صدق المثل اللي قال قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق الموظفين والمتقاعدين صايرين حايطن صيص وياهل يجي قص من رواتبهم ويومية جايين عليهم وبسالفة جديدة انخفض سعر النفط انداروا على الموظفين صار قتال داعش استقطعوا نسبة من الرواتب سووا تقشف خمطة ورواتب الموظفين رفعوا قيمة الدولار أكلوها الموظفين والمتقاعدين وهس جايين هم يردون يلغفون من رواتبهم يعني بكل مصيبة المقاريد لازم هم اللي يضحون بس عندي سؤال يرحم والديكم من الأمور زينة والنفط وصل سعره مدرج قد أشو ما حد التفت على الموظفين والمتقاعدين وقال خلي انزيد رواتبهم اشتركوا في القناة ومفتا عن الدولار أكثر stations وقال خلي انزيد رواتبهم اشتركوا في القناة